أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك توجه الحكومة لعادة رسم مسارات الشراكة مع الوكالات والمنظمات الأمامية والدولية وفق نهج واضح يحقق الكفاءة والفعالية في تحقيق أهدافها لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناة الإنسانية التي تسببت بهم ليشي الحوثي الإرهابية وشدد رئيس الوزراء لدى استقباله في العاصمة عدن مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن ليلة أحادي أهمية تقييم مشاريع وتدخلات البرنامج بما يضمن وصول المساعدات لمستحقية ووضع حد للابتزاز ميليشي الحوثي الإرهابية واستخدامها للمساعدات لتمويل حربها ضد الشعب اليمني لافتان إلى أن مراعاة توزيع المساعدات وفق الاحتياجات والتوزيع السكاني والتغيرات التي أحدثت جرى موجات النجوح من مناطق سيطرة ميليشي الحوثي اشتركوا في القناة